أهلينا اللي موجودين في سينة لما يبقى عندهم قطر بيربط من شمال إلى جنوب وبيعد على كل القرى والمدن اللي في وسط سينة دي ده هيبقى فنم نقلة كبيرة جداً وأمني وأمان كبير جداً في شبه جزيرة السينة مين العريش؟ مين العريش فنم كان عبارة عن الجزء إلى بسر يا كامل هو طابة ما رجعت أنا؟ مش أنت عندك النهاردة منفذ بري؟ غاية شارع بورسعيت؟ ايو فنم مش كده؟ ايو فنم بشاور بس عليها وبعدين اللي بنعمله ده هيخلي الامتة؟ طعم حاضر حاضر احنا فنم النهاردة وانحنا بنتكلم دلوقتي احنا وبنان على طلب أشقاءنا في الأردن الشقيق وهم سمعين دلوقتي وايضاً العراق الشقيق وزير النقل هو وزير النقل عملنا بروتوكول ويمكن الدكتور محمد معايت معنا في الصورة والحكومة كلها عملنا بروتوكول وبنعمل دلوقتي خط نحن ما كنا شاهدنا معايزين نسمى ونعلن إلا لما نبقى شغلين على الأرض مثل مساءتك دائماً بتوجه ولكن لازم نقول بقى دلوقتي احنا بنعمل خط ما يسمى بخط التجارة العربي خط التجارة العربي ده هيجيب بضايع الأردن والعراق بل ودول الخليج على نقل بر عندهم او خدسكة كهدية عندهم إلى منطقة العقبة هنا احنا من العقبة إلى طابة ويمكن حتبان دلوقتي عندنا شركة الجسر العربي الملاحة بتنقل بعبرات مملوكة شركة مملوكة للثلاث دول الأشقاء مصر والأردن والعراق بتنقل من عقبة إلى طابة وإلى نوابع ثم بنتحرك دلوقتي بري بالصدرات الأردنية إلى أمريكا وإلى كل دول أوروبا عبر هذا الخط كنا بنطلع فنم على العريش ولكن عشان حجم البضاعة ما بيقومش بضاعة كاملة اتفقنا مع شركانا في سي ام اي ننقل بنظام الفراغات على المراكب اللي بتيجي إلى منطقة بورس عيد بدأنا يا فنم دلوقتي نتحرك ونسأنا مع كل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وبنتحرك يا فنم دلوقتي عملنا هنا الخطرة بدلا من نطلع هنا لا احنا يا فنم بنطلع كده وعلى عرض واحد نطلع نعد من أنفاء جنوب بورس عيد يا إما ندخل شرق بورس عيد يا إما نعد من أنفاء ونطلع إلى غرب بورس عيد عشان نعظم التجارة ونعظم موانين على البحر المتوسط ونور بين الأحمر والمتوسط ونخدم أشقائنا في منطقة الخليج العربي والأردن والعراق بالتحديد في نقل كل السيدرات الأردنية والعراقية من العراق والأردن من خلال الموانين المصرية إلى كل دول أوروبا وعلى المراكب التي بدأنا سنتحرك عليها والخطوط الملاحية التي ساعدنا فيها شركة سيم مي سأشكرهم على ذلك سأعطعك كمان مرة تحت أمرك فنم حسنا سأفكر كامل وأفكر نفسي وأفكر الناس يقول لك إيه؟ أنت عملت طريق طابة النفع ليه 350 كيلو ليس كده؟ تمام يا فنم كويس وعملت ليه عرضي واحد من بورس عيد للسويس صح كده يا كامل؟ تمام يا فنم أنا أقولي هذا لأننا نفعله كان كثير من الناس نحن عملنا عرضي واحد ده واحد وثلاثة واربعة لا أنا أتكلم ساعة التي كنا نفعله ونفعله نفعل قناة السويس وأنت كنت يكامل رسل هاي وأقول لكم ما تعملوا عرضي واحد بالمرة مع الردم اللي بيطلع صح كده؟ بالضبط يا فنم طيب أنا أقول بقى لو أنا النهاردة كنت عايز أنقل من طابة لغاية بورس عيد كنت حنقل إزاي؟ ما كانش عنده طريق كنت حنقل إزاي؟ مش كده؟ أنا بقول الكلام دلوقتي لي لأنه هو وقته دلوقتي الناس تعرف ليه إحنا بنعمل ده ليه عملنا طابة النفق وعملنا ليه عرضي واحد وعرضي اثنين وعرضي ثلاثة وبيطة المحاول الأخرى شارم الشيخ النفق برضو اللي اتعامل تطوير خمسي أيوة طبع فضلك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة